understand bootnet malware الbootnet هو برنامج من البرامج الخبيثة اللي بقدر من خلاله اسرق username و password اسرق credit cards اقدر استخدم البوتس اللي عندي اللي انا كنترول عليهم في عمليات DDoS Attack اقدر من خلالهم استخدمهم في عمليات اللي سبام ايميل الbootnet خطيرة جدا 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 وفوقت من الاوقات كان معمول هاك لأكتر من 20 مليون شخص بالboots من بعض التولز بتبقى فيه زوس و سباي اي ودول من اخطر الbootnet tools فكرة عمل الbootnet مختلفة كليا عن فكرة عمل التروجن الbootnet عندنا بيبقى مكاون من جزئين مكاون من سايت السايت ده حضرتك بتحطه على VBS Server او تشتري hosting بتركب عليه السايت بتاع حضرتك ويبقى عندك بلدر البيلر ده بيبقى مكتوب بلغة C++ بيقدر انه هو يكريت لك سيرفر السيرفر ده بينزل على client او الزوم بيبقى بتاع حضرتك اول ما يعمل executable للفايل هي reverse connection على السايت بتاع حضرتك وانت لما تحب تخش تاخد information عن البوتس دول مع دول كده اصبحوا بالنسبة لك بوتس وانت بتخدش على البوت master تقدر تاخد الانفورميشن بتاع البوتس بتاعتك وتقدر كمان تتحكم فيهم زي ما احنا هنشوف يبقى البوت نت عندنا بيتكون من جزئين من site السايت ده بيبقى مكتوب في معظم الاحيان لو هنتكلم على zos php هنزله على vbs او على hosting ويفضل طبعا يكون vbs لان لو hosting الاكاونت بتاعك هيتقفل عشان ممنوع اصلا تستخدم zos او spy eye وهيبقى عندنا برنامج عبارة عن builder ده برنامج مكتوب بالc plus plus تقدر من خلاله ان انت تكريت سيرفر عشان يعمل له executable على client ال client يريفيرسو كونيكشن على site واحنا بنخش على site نكنترول البوتس اللي عندنا لو شوفنا الموضوع ده بتعمل ازاي هقولك احنا هنعمل الاعدادات دي على vbs server هنروح على الماشين بتاعتنا هنلاقي الفولدر بتاعت tools مكون من اكتر من جز احنا اول حاجة هنعمل setup للزامب والزامب ده اللي بيمكنني ان انا هحاول الماشين بتاعتي عشان تبقى web server هو عبارة عن apache مع mysql اوكي ادوس انتر تاني انتر اوكي انتر 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 اختار رقم واحد عشان يعمل start للزامب control من هنا اقدر اعمل start لل apache واعمل start لل mysql هروح الاول اعمل شوية اعدادات هتلاقى عندكم في الفولدر بتاعت tools فولدر اسمه conf الفولدر ده بيحتوي على مجموعة من الفايلز انا لما خش على conf ده زي ما احنا شايفين كده هلاقي عندي اول files هو عبارة عن httpd.conf الفايل ده هعمل له edit ممكن بالنوت bad او بالنوت bad plus plus دي tools احسن من النوت bad بشوية هبتدى edit في الجزء بتاع listen هحط ال ip بتاع الماشين بتاعتي في الجزء ده كده 2816 وطبعا ده لو vbs حضرتك هتحط real ip او لو هتشتغل على internal machine هتحط dynamic dns وتعمل port forward اوكي كده على port 80 وهعمل save وهتقفل الفايل ده وهتاخد الفولدر ده كده كله copy وهتروح على c هتلاقي الزنب عملت create the folder على c هتخش عليه هتخش على ال apache وتعمل replace لملف conf اللي موجود جوه بيحتوي على شوية تعديلات عشان يقدر ان ال apache بتاعك او ال web server بتاعك يستقبل الفورم بتاعة zos انا عملت التعديلات دي وددتكم نسخة من ملف conf عشان تعمل لها replace عندك بدلا ما تقعد تعمل ال اعدادات دي كلها تاني يستقل هتدعمل start لل apache وstart لل mysql هروح على صفحة admin بتاعة ال apache طبعا error هشيل localhost وحط ال ip بتاع الماشين بتاعتي هختار language english هروح على جزء السيكيوريتي هروح هنا احط password على mysql وطبعا نازم تبقى فاكر الباسورد دي وادوس enter هعمل change للباسورد هتده اروح على ال php my admin عشان هكاري الداتابيز هخش باليوزر نيم الباسورد root والباسورد دي لنا لسه عمل لها change هعمل create لداتابيز هسميها bssnet وقاله create وبدل ما حاك تقعد تكاري ال tables انا عمل لك backup من الداتابيز دي فهتيجي هنا تقوله import وهتعمل browse وعلى الفولدر بتاعة tools هتلاقي عندك bssnet هتعمل لها import هو create 3 tables زي ما احنا شايفين كده اوكي كده بعد كده هتروح للتولز بتاعتك هتاخد الصيد بتاعك عشان نعمله setup او نعمله install هناخد رقم واحد ده كده copy ونروح على c مكان الزام هخش على ht d o c s zam واعمل لها replace هنا زي ما احنا شايفين كده اوكي هتفيدة تروح على هتفيدة تروح على ال browser بتاعك هتحط ال ip بتاع المachine zam واحد عشان احنا مسمين الفولدر واحد وبعد كده install tool slash enter هيبتدي اسألك على username admin الباسورد هنخليها محمود عاطف اوكي كده احط الباسورد بتاعت السيكوال اسم database bssnet ال encryption key هروح على الفولدر بتاع tools هروح هروح zoos builder فيما لقى file conf في الجواه هلاقي عندي ال encryption key هاخده copy ونروح نحطه هنا وابتدي ان انا اقول له install tool اعمل زي ما احنا شايفين كده هبتدي روح على نفس url بس بدل install هقول cb اختصار cpanel dot php هحط username و الباسورد اللي انا عملت لهم create وانا بعمل install admin محمود عاطف ادي ال bootnet سيرفر بتاعي زي ما احنا شايفين اشتغل هو شايف ان في boots هنا اوكي كده فيش مشكلة هروح بعد كده بقى carry السيرفر بتاعي فهروح على zoos bootnet وهلاقي عندي حاجة اسمها zoos builder هخش الاول على file config اللي انا خدت منه encryption كده هحط في جزء بتاع ال ip هنا هحط ال ip بتاع المشين بتاعتي عندي في الجزء ده وجزء ده وجزء ده وجزء ده وجزء ده هحط ال ip بتاع المشين بتاعتي وهبتدى carry السيرفر هشغل builder واقول prowess اختار له config file واقول build config عايز تحط فين اقول على desktop اوكي وبعد كده اقول build loader على desktop هاخد الاثنين فايل ده copy هروح على الباص اللي في folder واحد اللي جوه زامب وعمل لهم replace هنا كده اوكي وده بقى السيرفر بتاعك جاهز انه انه تعمله infect على اي machine تعالوا كده نجرب اوكي 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 نشوف الwebsite بتاعك نعمل refresh زي ما احنا شايفين كده معملية refresh قال لي عندك total puts to واحد اللي احنا كنا عملنا install لقين موجود واحد لما عملت لقى على الزومبي طب تعالوا كده test وتفر مثلا نروح على website outlook ونتده نقول اي account وهمي اوكي كده لو رحنا على put master على website بتاعك هنعمل refresh نروح على search in database هقول search قال لي عندك اللي هو الزومبي 192168 2838 30 في شوية حاجات هو عملها عايز تشوف ال report بتاعتها هقول اوه هتلي ال report بتاع الwebsite الاخير ده فهدوس علامة plus هيفتح لل report هلاقي عندي هنا انه هو حط ال user name اهو ودي ال password وطبعا لو كان بيعمل عملية registration عشان يشتري حاجة هتظهر لي كاملة كل البيانات بال credit card وتفغير اي حاجة هتتكتب هيبتدي انه هو يظهر هالي زي ما احنا شايفين وبشوف ال report على اللي بيعمله client عن طريق ال put net واللي بيميز ال put net انه ده website اقدر انه اخش عليه واتحكم منه من اي مكان يعني لو روحت مثلا نسي على جهاز الزومبي هتروح على البروزر بتاعك وتفغير من اي مكان في انترنت لانك عمله install عن طريق hosting يع عن طريق VBS فأريدي تقدر توصل لهم من اي مكان في انترنت تقدر تخش على الweb site بتاعك وتقدر تتحكم في ال boots اللي عندك هحط ال IP بتاع الweb site بعد كده zamp1 cp.php هحط ال username وال password يقدر توصل لل boots وزي ما احنا شفنا اقدر استخدم عملية الkeylogers واخد كل اللي بيكتب على الماشينز وكي كده what is a virus virus هو عبارة عن برنامج دار بيقدر انه يدر كهاردوير او software بمعنى انه يقدر انه هو يعلي الpower على اجزاء معينة من جهاز الكمبيوتر بتاعك فيسبب بحرقها او انه هو يقدر يدر system معين او برنامج معين او حتى operating system يخلي operating system يعمل crash او يبقى بطيء مثلا على سبيل المثال عملية الانتشار في الفيروس لازم من الاتصال البشري بمعنى ان الاتصال البشري او الانسان هو اللي بيعمل عملية انتشار للفيروس على سبيل المثال الجهاز بتاعي انا مصاب وحضرتك جيد خدت مني برنامج معمول infect بفيروس اول ما هتشغل البرنامج ده على الجهاز بتاعك في الجهاز بتاعك هيحصل له infect ويبدأ الفيروس في infect كل executable فايل زي exe في windows وال dot bad فايل عن طريق ان حضرتك عامل sharing للبرامج اللي معمول لها infect وانا دخلت خد الشيرين ده من عندك وشغلت البرامج على جهازي ابتدأ infect جهازي عن طريق ان بعض الفيروس تقدر ان هي تبعت email للكونتكت عندك وتحط الفيروس و اول وينفكت كل ال exe فايل فزي ما شفتنا لازم اتصال بشري لازم انت اللي بتعمل عملية النقل ودي من اهم خصائص الفيروس what is warm warm هو نوع من انواع الفيروس بس بتختلف في عملية الانتشار عن طريق ان هو بينتشر عن طريق برتكول TCB وبيقدر ان هو يزرع نفسه في اماكن كتير جدا ويخفي نفسه بطرق مختلفة لكن برضو بيقدر ان هو يعمل انفكت للاكسيكيوتابل فايل ويستخدم برتكول TCB في ان هو ينشر نفسه على الاجهزة اللي معمول لها شيرينج ويانفكت الاكسيكيوتابل فايل اللي فيها نفس خواص الفيروس في عملية الضرر ممكن يضر اجزاء من الهاردوير او السوفتوير عشان تقدر تحدد نوع الفيروس فلازم الاول تجاوب على سؤالين what is the infect وhow they infect لو قدرت ترد على السؤالين دولة تقدر تحدد نوع الفيروس بتاعك الفيروس بتقدر تinfect system sectors او files او macro او companion files او disk clusters او patch files او source code تقدر تinfect اي نوع من دول وكل نوع للفيروس الخاص به عملية كتابة code لفيروس او worm بتحتاج مهارات خاصة في programming language لازم تكون محترف لغة برمجة زي assembly او c++ او c sharp او visual basic على الاقل بحس ان انت تقدر تكتب البرنامج بتاعك اللي هيسبب ضرر معينة اذا كان في hardware او software في machine وهيتصنف كvirus or worm حسب عملية الانتشار هتم عن طريق اتصال بشري ولا هتم عن طريق protocol TCP هايقدر انه انه ينفكت ال execute double file ولا هيقدر انه يجنر وينفكت الميموري في الحالة دي بنقدر نصنفه اذا كان virus or عندنا بعض البرامج الجهزة اللي بقدر من عن طريق ويزرد و options انه كريت ل virus من غير مكتب code عندنا jps virus maker ده برنامج رائع بقدر انه كريت virus حسب options اللي انا بدي هالو وعندي terapet virus maker طب تعالوا كده نشوف ازاي نقدر نكري بهم virus هنشوف jps اقدر اختار settings اللي انا عايزة من هنا disable word bad disable not bad disable registry hide windows clock remove folder option crazy mouse whatever انت بتختار اللي انت عايز وهقول create virus قال virus created ادي ال virus بتاعي هننقله على جهاز client ونشوف فعلا هيأثر فيه ولا لا اشغل فيروس بتاعنا زي ما احنا شايفين كده crazy mouse تعالوا نشوف كده طبعا هنشوف نشوف حاجة عشان عشان ملنا infect المachine ونلاقي كل settings اللي احنا عملناها طب بتاعنا نشوف برنامج تاني نشوف terapit برضو نفس الفكرة هنقفل node bad والword bad والtask manager و disable screen receiver لا عايز disable printer whatever window screen receiver firewall height task bar whatever زي ما انت عايز كل دي options هقول create virus عايز تايبه فين هقول اوكي على desktop اوكي قال ال virus اوكي هنا تعال نجربه زي ما احنا شايفين ال virus طبق واختفى اوكي كده يبقى زي ما احنا شفنا نقدر ان احنا نعمل create virus عن طريق بعض tools بتسهل العملية ولو محتاج تعمل حاجة معينة بفيروس فلازم في الحالة دي لازم تحترف لغة برمجة عشان تقدر تكتب بها الفيروس بتاعك او لغة لغة